حيث استضمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمداً بكويكب بهدف تحويل مصاره تلك المركبة التي يقل حجمها قليلاً عن حجم سيارة كما كان متوقعاً بسرعة تزيد عن 20 ألف كيلو متر في الساعة نقلت وكالة الفضاء الأمريكية وقاع هذا الاستضام مباشرة على الهواء في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيف يتمنع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض استضمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمداً بكويكب في محاولة لتحويل مصاره المركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلاً عن حجم سيارة استضمت كما كان متوقعاً بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كيلو متر في الساعة وقبيل دقائق من استضام المركبة بالكويكب ديمورفوس الذي يبعد عن الأرض 11 مليون كيلو متر أخذت صورة الجرم تكبر شيئاً فشيئاً مع اقتراب المركبة الفضائية منه أكثر فأكثر وفي نقل حي بثت الكاميرات المثبتة على المركبة الفضائية صوراً مذهلة للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل ديمورفوس بما في ذلك سطحه الرمادي والحص الصغير الذي يغطيه ولحظة استضام المركبة بالكويكب وتحطمها عليه توقف بث الصور وسيستغرق الأمر ما بين بضعة أيام وبضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان مصار الكويكب الصغير قد تغير فعلاً بسبب الاستضام